العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية في عفرين تشهد تسارعا على الساحة السياسية الدولية ليس أقل من تلك التطورات على الساحة العسكرية والتقدم المستمر للجيش الحر المدعوم من الجيش التركي في المنطقة البداية من الخبر الأبرز وهو اقتراح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على نظره التركي مولود جاويش أوغلو إقامة خط أمني بعمق 30 كيلو مترا في منطقة عفرين بما يلبي المخاوف الأمنية لأنقرة الأمر الذي سعت له تركيا مرارا وتكرارا حتى جاء هذه المرة بمبادرة أمريكية لم تكن أنقرة تتوقعها لولا الذي جد على الأرض وأجبر الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ هذه الخطوة اقتراح تيلرسون جاء بعد يوم من اللقاء الثنائي الذي جمعه بأوغلو على هامش مؤتمر عقد في باريس حول معاقبة مستخدم الكيموي في سوريا من ناحية أخرى أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظره الروسي سيرجي لافروف تبدل فيه الطرفان التطورات في منطقة عفرين كما تطرقا لأمور أخرى تتعلق باجتماع فيينا ومؤتمر سوتي المقبلين تطورات التعاطي الأمريكي حيال الملف السوري عموما وبما يخص العملية العسكرية على عفرين خصوصا كانت الأهم وهو ما تؤكده الأخبار القادمة من داخل أروقة السياسة الأمريكية عن نية الرئيس دونالد ترامب التحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن مؤخرا أن بلاده ستحبط ما أسماه اللعب على حدودها بداية من منطقة منبج بريف حلب أشك في إنسانية أولئك الذين يدعمون هذه المنظمة التي قتلت عشرات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن ويدعون أن تركيا دولة غازية ناهيك عن دعمهم للأكراد التحركات الأمريكية الأخيرة استبقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء مباحثات مع نظيره التركي حول هذا البلف وأكد فيه الجانبان مواصلة العمل المشترك لإيجاد حل للأزمة السورية